اشتركوا في القناة نبدأ بقى في الشابتر بتاعنا وطبعا زي ما قلتلكم ده الشابتر الاخير طبعا زي ما تعودنا هيكون الفيديو النهاردة الشرحة بس والفيديو الجاي بإذن الله هيكون النهاردة برضو هيكون فيديو منفصل بس هيكون على التدريبات يلا بينا نبدأ مع الكلمات كلمة return معناها يعود كلمة dig معناها يحفر كلمة find out يكتشف وصفانشد معناها العمل انتهى consider يعتبر fullish معناها احمق real shop معناها وظيفة حقيقية knee معناها رجبة knee معناها رجبة key silent well done معناها احسنت find out يكتشف find out ان امرتين hold معناها فتحات out of معناها خارج dirty متسخ employ معناها يوظف من لي معناها اساسا reduced standage natural معناها طبيعي tunnel نفق unusual معناها غير عادي دي كده الكلمات اللي هتقابلنا في الشابتر ده تعالوا بقى يلا نبدأ مع الاحداث طبعا كنا انتهينا في الشابتر اللي فات على ان الكمين اللي كان شارلك هولمز عمله لي الحرمية قدر ان هو فعلا ينجح فيه وقدر ان هو يمسك الحرم اللي هو john clay تعالوا ما نكمل ونشوف شارلك هولمز عن دكتور واتسون ريترنت to baker street and هولمز explained the crime towards طبعا انتوا حاسين بغموض ومش فهمين حاجة والراجل ده عارف منين الاحداث دي كلها وكل الكلام ده احنا مش عارفينه لسه في الشابتر ده بقى بيبدأ ان هو يكشف لنا اللغز الناس اللي تفرجت على المحاق كونان بيجي يقولك كده ايه تفضل انت قاعد مش فهم اي حاجة وكونان يمسك الحرام طب يا عم كونان ليه مسكت الحرام يقولك ده انت عملت كذا 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 نفس الكلام ده بالظبط ده اللي يحصل في الشابتر ده جون كلي had the idea for the redheaded league because his friend Mr. Rose had redhead يعني جون كلي ده هو اللي جات له فكرة ان هم يعملوا اصبت زو الشعر الاحمر او الرأس الاحمر ليه لان صاحبه هو Mr. Rose ده كان عنده شعر احمر holmes knew that the job of copying out the encyclopedia was too foolish to be a real job يعني ان وظيفة زي ما شفنا كده او زي ما كمان Mr. Wilson كان بيعتقد ان الوظيفة دي يعني متخلفة ان وظيفة غابية ان ايه ان انا مسكنا يعني موسوعة كده واحدا الكلام اللي فيها في كتاب تاني طب مانا يعني لما احتاج الكلام اللي فيها ده ابص على الموسوعة وخلاص فنفس الكلام ده توصل ليه شعر الكولمس Clay and Mr. Rose invented the job because he wanted Mr. Wilson out of his shop لانه هم كانوا عايزين Mr. Wilson يكون برا المحل بتاعه طيب ليه؟ علشان ان هم يقدروا يفحطوا التونل اللي هم يقدروا يوصلوا منه من خلاله للبنك تمام؟ طيب ده هيتطلب حاجة لازم ان احنا جمعا نشغل مخينا تعاون مع مين بقى؟ مع Mr. Spaulding يبقى احنا كده تقريبا جاوبنا على السؤال بتاعه هوي؟ تعالوا ما نشوف بيقوله Mr. Wilson told Holmes that Mr. Spaulding often used to work in the cellar ان هو ساعات كان بيشتغل في السرداب Holmes thought that this was unusual ان ده شيء غير طبيعي Holmes asked some questions about Mr. Spaulding and found out that he was John Clay the sieve ان يعني هرابية شوفوا بقى تخياله ان Mr. Spaulding هو هو نفسه John Clay يعني John Clay ده مش شخصية مختلفة لا ده Mr. Spaulding هو اصلا John Clay When Holmes knocked on the door of the shop He saw that the knee of Mr. Spaulding's trousers were dirty and had holes in them ان البنطلوم بتقى وزي ما قولنا معطوع من عند الركبة كده كانت شمو ده ساعة تقى يعني دهك عن القطع بسبب الحفر وان طبعا كانت متسخة Holmes did used that he was digging a tunnel with Mr. Rose when Mr. Wilson was not at or in the shop استنتك طبعا ان هما هو وMr. Rose بيستغلوا غياب Mr. Wilson عن المحل ويبدأوا ان هما يفحتوا التونل When I saw that the bank was behind Mr. Wilson's shop لما شاف في الحاجات اللي حوالين المحل في من ضمنها بنك I knew why they were digging a tunnel عرفت هما ليه بيفحتوا النفق ده Said Holmes طبعا They want to take the gold from the bank هما طبعا كانوا عايزين يسروا وإدهب اللي موجود في البنك How did you know that they wanted to take the gold on Saturday night طيب انت تمام يا عم شارلو كولمز انت عارفت كل الكلام دوت وانت راجل عبكري عارفت منين بقى المعايد بالزبط عارفت منين انه هو انه هما يسرقوا يوم السبت بالليل أسكت واتسون واتسون ده ما بيسكتش برضو بيسأل فهنا قاله ايه بقى When they closed the red headed league لما قفلوا red headed league I knew the tunnel was finished انه هما كده انتهوا من الحفر بتاعهم وانه هما جاهزوا الطانل بتاعهم بصورة متجاملة If they took the gold from the bank on Saturday لو خدوا الدهب يوم السبت They would have a day and a half to escape before the bank opened on Monday ان البنك بيكون اجازة يوم الحد طيب طبعا كلنا عارفين ما علومة دي البنك اجازة يوم الحد بعد كده احنا لما نسرقوا السبت بالليل يوم الحد هو مقفور بالكامل فهيفتحوا امتى بقى تاني يوم الاثنين الصبح فالبنك او البوليس مش هيقدر يعرف ان السرقة حصلت قبل يوم الاثنين فيكون هما من السبت بالليل لحد يوم الاثنين قدروا ان هما يهربوا ويسيبوا البلد طبعا ده قاله مستر حولمز كده احنا خلصنا للشابتر بتاعنا الشابتر جميل جدا لو حد منكم اتفرج على في مسلسل اسباني اسمه لكاسا دي بابل المسلسل ده بيتكلم على الفكرة شبيهة جدا 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 بالفكرة دي برضو محل مثلا او بيت كده وبيفتحتوا نفق من البيت ده لحد ايه لحد جوء البنك وياخدوا الفلوس برضو كده يعني حاجة شبيهة برضو جدا بالكلام اللي احنا قلنا ده دلوقتي معانا اسئلة السؤال الاول true or false عايزين نشوف اني من الحاجات دي صح واني غلط اول سؤال هولمس سوء ذات زجوب ات زرد هيدد ليج ووز اجود جوب ان هي وظيفة جايدة صح ولا غلط لو اعلم انتوا هتقولوا بقى في التعليقات مستر سبالدينج ستراوزر تورديرتي بيكوز هي وز ديجينج اطانال ان هو كان يفحط فيه النفع هولمس didn't know that thieves wanted to take the gold ان هما مش ما كانش عارف ان هما هيسرقوا الدهب واتسون هو اللي حل القضية هسيب لكم بقى الحاجات دي تجاوبوها عندنا هنا دلوقتي اسئلة على القصة بالكامل مهمة جدا 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 هو ووز دكتور جوزف بال مين جوزف بال سؤال حلو قوي مش كلكم هتفتكرون ارجعوا بقى لي مقدمة الفيديو بتان مقدمة القصة وات ووز استادي ان سكارلت برضو ده في مقدمة القصة كتبها يمت ماذا كان مستر ويلسون's opinion of شارلوك هولمس as a detective شابتر 1 ماذا كان مستر سبالدين مستر ويلسون to ask about the job برضو ده السؤال في شابتر 1 ماذا كان مانجر of the red-headed league سهلا برضو دي خالص هاو ماتش وده بيرسون being paid for such a job هياخد قد اي ماذا هولمس suggest to دكتور واتس اقترح علي ايه دي شابتر 3 what did the landlord know about the red-headed league كان يعرف ايه عنهم how was the seller السيلر كان عامل ازاي what were there inside that كان ايه اللي موجود بداخل السيلر دبس السير دب ده طبعا اللي هو كان في البنك بكده بنكون خلصنا الفيديو بتاعنا ومعاه خلصنا شرح القصة بالكامل في الترم التاني اتمنى تكونوا استفدتم مننا على مدهور الترم لو عجبكم الفيديو اتمنى تسيبوا لايك وضروري ضروري ضروري تعملوا شير علشان الفيديوهات توصل لي زمهلكم كمان على الفيسبوك ويقدروا ان هم يتابعونا في المراجعات اللي هتكون مهمة جدا وبإذن الله ما يخرجش منها الامتحان ولو لسه مش مشترك في القناة اتمنى تشترك معنا احنا بننزل كمان علوم مدرسات وخلصنا المنج في العلوم مدرسات ناقص في الانجليزي يونت واحدة بس ان شاء الله هتنزل خلال التلات ايام الجايين شوفكم على خير ان شاء الله في الدروس الجاية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته